كابتن محرم هو قبلية دا بعدية كابتن لا لا مش بعدية كابتن محرم دانا بعدية ممضوع بالحكيم ومحمود محرم وقبلية يعني كان فيه أنور صالح وقت كابتن عبدالصالح الوحش وكان فيه محمود محرم بطرم الفترات رحمة الله الجميع وبعدين أنا جيت خاتم اللي هو مصطفى مونيب دخلت النادي ومدير النادي أمين بشعير أنا دخلت النادي هو العمل للعضوية آه كان هو مدير النادي كان مدير النادي أنا ليه بأس للسؤال دا جماعة عشان فكرة الكرسي دا مهم جدا ومحدش بياخد باله منه النادي الآلي العمل المؤسسي بتاعه قائم على هذا الفصل الفصل التام بين مجلس الإدارة كصانع للقرارات ومنظم ووضع للإستراتيجية ومدير النادي كمنافس للقرارات وحارس لها هنا يبين دور المدير لما تدص على دقة الاختيار كل واحد في ظرفه وكابت الخطيب لما وجه الشكر للإدارة التنفيذية اللي بيمثلها أو على رأس القرار فيها المدير التنفيذي للنادي دلوقتي مع تعدد المقرات هذا المنصب بقى بالغ الأهمية حد بيدير حركة عمل في أربع عندية في وقت واحد هتلاحظوا إنه كان زمان فلسفة الاختيار أيمى على العناصر اللي ممكن تسميها العناصر التقليدية الراديكالية التاريخية في النادي أمين بشعير واحد من الكبار النادي يجي كابتن صالح بعد كده يختار أسماء متشربة فكر النادي الأهلي مش عشان المهندس عادلي قاعد لا المهندس عادلي كابتن ممدوع عبد الحكيم علي رحمة الله الكابتن محرم الراغب ربنا يدي له الصحة وطولة العمر دول أعضاء بارزين في النادي الأهلي متشربين فكر النادي الأهلي عايشين جوه النادي الأهلي في مرحلة راح الاختيار لأسباب انضباطية وأيضا لأداء عمل انضباط في النادي إلى رجال الشرطة والقوات المسلحة فتلاقي مثلا اللي هو محمود علام علي رحمة الله أيضا العميد محمد مرجان أكتر من حد برضو حتى مدير الفروح الله رحمه حسن مسعود اللي هو حسن مسعود وبعده حزين العميد محمود حزين وأحمد النحاس صحيح فانت حتلاقي لأسباب تتعلق بالأداء الانضباطي في مرحلة المسألة الرايحة لرجال الشرطة والقوات المسلحة يجي مجلس الإدارة الحالي والعمل التسويقي للنادي الأهلي هو العمل الأهم بصوا طبيعة المرحلة ونوعية الاختيار فييجي مجلس الإدارة لما يتولى المسؤولية كابت محمود الخطيب ومجلس إدارته يروحوا للعلم يروحوا لحد يملك رؤية علمية مخالفة وأيضا خبرات تسوقية تساهم للنادي في الظرف ده فيجيب حد من رجال الاقتصاد والاستثمار الرياضي بفكر التسويقي ارتبط طويلا بالنادي ارتبط طويلا بالنادي وتشربوا فبالتالي طبيعة المرحلة تخليك تروح جايب واحد من نوعية الدكتور سعد شلبي على رأس الإدارة التنفيذية كلام ده يا جماعة قد يراه البعض بسيط هو مش بسيط أبدا مش بسيط في نادي ما فيهوش مكتب لرئيس النادي وده جز هو البدس عاد لقالك التفاصيل هو السر في التفاصيل روح للتفاصيل الصغيرة تعرف الصورة جاية منين طول ما انتهى تحترم العمل المؤسسي وطول ما انتهى تحافظ على هذه الضوابط في الهيكل الإداري حيفضل الأهل ناجح وقوي يوم ما تتلاشى هذه الفروق الفاصلة حيختل الميزان وتهتز الصورة مدير الكورة هو مدير الكورة بلايحته بانضباطه بمسؤولياته المدير التنفيذي بلايحته بنظامه بسلطاته الأهلي بقول لكم النادي ممكن يكون الوحيد في مصر الرئيس النادي ملوش مكتب فيه ليه لأنه لو بقى فيه مكتب الرئيس النادي عشان اقول لك لما الكابتن بلغني ان انا حاجة مدير نادي واتفقنا على هذا الأمر خدني من ايدي وصدر القرار يعني من مجلس الإدارة خدني من ايدي كان القوضة اللي تحت دي مكتوب عليها رئيس مجلس الإدارة قال لي ليفتا دي بكرة تتشال المكتوب عليها مدير عام النادي ده مكتبك فأتقول لك كابتن وحضرتك قال لي انا مليش قوضة لان انا مفهومه بقى ده اضافته هو الشخصية انا راجل عدو نادي عايز بقى رئيس نادي في اجتماع مجلس الإدارة سيادتك المسؤول وهنا ارجع بقى انت بتقول لي مين لقيت مين لقيت امين شعير انا لما دخلت اللي ارحمه استاذ امين شعير والله ما كنت تعرف مين اعضاء مجلس الإدارة ايه المدير التنفيذي كان هو اللي متصدر المشهد هو راجع بالتقليد ده مصدر لك انت عايز حاجة مالك ومال رئيس النادي كان يبقى قاعد في قط ييجي واحد يا كابتن صالح يروح مشاور له اه علي ايه عايز ايه اهو انا مالي ف كان له حاجات كل واحد جيه جيه حسن عمل اللي واحد جيه كابتن خطيب عمال يطور في الأفكار والتسويق والمقرات والانشاءات والشركات تعاس انه بيسبق الزمن اه شركات ومقرات يعني يعني حولك حاجة مهم انبارح كان قاعد عمل اجتماع خاص بينا اه في مقر شركة الكورة في التجمع مهم وبعدين بص في الساعة لانا لازم امشي بعد ما خلصنا هيروح كتب الكتاب بنت اخونا اشرف محمود اللي بنبركله اه يعني وهيخروا من كتب الكتاب مش عارف وراء ايه اه يعني الراجل ده ربنا طبعا يقدره يقوي على اللي هو فيه في ظرفه وبعدين الناس تقولك صحيا ده 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 هو لو ده هو محتاج بقى لو سليم انه يخش الجم عشان يقدر يبقى رئيس نادي اه انه رجع يتمر انتهي يعني اه هو معتني جدا بالتفاصيل ايوه شكده يا جماعة جزئية التفاصيل على ذكر برضو المسألة لدى الرؤساء النادي انا اذكر في 2008 كنا في الجروة في الكاميرون والاهل بياخد البطولة دورة ابطال افريقيا ورئيس البعثة كابتن حسن حمدي رفض تماما يقف على المنصة ويتصور مع الفرقة باللقطة ولا سيب الولادة هما اللي يحتفلوا دي تلاقيها كابتن الخطيب يقدم رئيس البعثة مرة كابتن حسام غالي مرة الدكتور مهند مجدي مرة الاستاذ محمد الغزاوي مدام رئيس بعثة هو اللي يقدم هو ده المخول بداه مش الخطيب اللي هياخد اللقطة ولا الصورة لكن هو بيعزز قيمة رئيس البعثة لأنه ده المفاوض مجلس الإدارة وبياني الاستقافة العضو مجلس الإدارة إنه يتعامل بهذا النساء يوميا ما حد منه ببريش نادي بالضبط فانتوا بص بص هي دي اجيال بتسلم بعض ازاي كل ده وكابتن حسن عمل اللي شافه من الكابتن صالح وكابتن صالح اللي شافه من عظماء الاهل من سبقه ثم كابتن خطيب اللي تشربه من الكابتن صالح وكابتن حسن المبدأ يا أستاذ فرهيم آه كبر مقتن عند قوله ما لا تفعل طبعا وخدملك صحيح يعني أرجو أنا مش قد أقول بالنص القرآني لكن هو فعلا يعني أكبر خطأ قرآن هذا تعليم تعليم قرآنية من خطورة أن تدعي ما لا تفعله الشاعر قال لك أتنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم ده شاعر لكن لما يكون قدينك بيأمرك وهذا ما يفعله نادي قال لي أنت بتترجم ما تفعله تخلي الناس هيا اللي تحكي عليك يعني تترجم أفعالك أنت إيه الأقوال يرددوها يا أستاذ إبراهيم ده أقوى حاجة في الدنيا مش تقعد تقول كذا كذا وتتباهى وانت بتعمل حاجة تانية احنا بنتكلم يا جماعة ده كاتلوج على فكرة احنا تكلمنا وبنتكلم في كاتلوج الأهلي وعملين نقول تفاصيل وذكريات وحوارات بعضها عشناه وكثيرا شاهدناه وقليلا سمعناه ولكن الكلام ده مهم ليه عشان تعيشوا معنا هذه الأجواء كيف نشأ النادي الأهلي وليه ماذا استمر على هذا على هذه الصورة لكل التفاصيل اللي بنحكيها دي جماعة مش بنقول عشان يعني نتفاخر عايزينكم تعيشوا معنا اللي عشناه وتشوفوا اللي شفناه وربنا يقدرنا ننقله بأمانة كما شاهدناه وكما عايشناه كل واقع بنحكيها بنقول فاكر يا سيد زبريم ويقولي فاكر يا عدلي علشان بنفكر بعض بمواقف كل مواقف منها بيديك درس والباقي الصورة والكلمة بتدلنا عليها وتقوم لنا الدليل عليه حبوا الأهلي كما وجدتمه وأنا حفضل أقول هذه الجملة حتى لو دفعت تمانا أحيانا الناس ما بيعجبهاش الكلام دا بصوا مؤكد أن كل حد بيقدر قيمة العطاء للناد الأهلي